هنشرح من خلال هذا الفيديو أمر بوشبل في برنامج جوجل سكتش اوب والمهمة الأساسية لهذا الأمر في برنامج جوجل سكتش اوب هو تحويل الأشكال السنائية الأبعاد إلى أشكال سلاسية الأبعاد أول حاجة هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا وهو كيفية الوصول إلى أمر بوشبل في برنامج جوجل سكتش اوب علشان أوصل الأمر بوشبل في برنامج جوجل سكتش اوب عندي طريقين أول طريق وهو الأدوات العلوية هلاقي أمر بوشبل ثاني طريقة وهي الأدوات اللي على الشمال في قيمة لارجي دودز هلاقي أمر بوشبل ومجرد ما اضغط كليك شمال على الأمر الماوس بيتحول معي لشكل الأداء وبالتالي الأمر متفاعل معي ثاني نقطة هنتكلم عنها وهي كيفية تنفيذ الأمر بنفذ الأمر إزاي؟ بأضغط على الأداء أداء بوشبل بمجرد ما أقرب للشكل بتاعي البرنامج بيطلب مني كليك ثم بأسحب بهذه الطريقة واضغط كليك آخر كده الأمر بيتنفذ معي طيب هنجرب على الدايرة أضغط كليك وأسحب إلى أعلى واضغط كليك آخر الأمر بيتنفذ معي طيب ينفع أنفذه على أمر على بولوجون شكل بولوجون آه ينفع اضغط كليك وأسحب إلى أعلى وكليك آخر البرنامج بينفذ لي الأمر جميل هو ينفع أنفذ الأمر بقيمة معينة إن أنا أعمل بوش لأعلى بقيمة معينة آه ينفع هنجرب على الشكل ده أضغط كليك وأسحب إلى أعلى وديه القيمة اللي أنا عايزها وليكن 20 متر أكتب 20 انتر بلاقي إن أمر بوش بول تنفذ معي بالقيمة اللي أنا عايزها بهذه الطريقة طيب في ميزة جميلة جدا كمان في الأمر إن هو بيحتفظ بآخر قيمة أنا دخلتها لأي شكل نفذت عليه الأمر يعني لو جيت على الشكل اللي جنبه وضغط ضابل كليك فقط لغير كده ضابل كليك بلاقي إن الأمر تنفذ معي بهذه الطريقة هنعمل كنترول زت كنترول زت هدي بس قيمة صغيرة لهذا الشكل أضغط كليك وأسحب وقول له مسلا وليكن اتنين انتر بهذه الطريقة ومجرد بضغط على الشكل ضابل كليك قال إيه بيتنفذ بهذه الطريقة ولكن طبعا يتنفذ معنا لأسفل أو إن أنا بضغط كليك وبسحب ومجرد ما بقرب للشكل الأخير واضغط كليك بلاقي إن الأمر الداني الارتفاع اللي أنا عايزه بكل سهولة جميل لو حبيت أنفذ الأمر على شكل السلاسل الأبعاد يعني لو حبيت أعمل بوش للمربع ده اللي مرسوم جوه سطح سلاسل الأبعاد بمجرد ما أقرب من المربع واضغط كليك وأسحب لبرة واضغط كليك الأمر بيتنفذ معايا أو لو حبيت كمان أدي له قيمة يعني يا وليكن عايز أعمل بوش وأقول له بوينت زيرو خمسة انتر حيتنفذ معايا بقيمة بهذه الطريقة طيب هو ينفع أفرغ المربع ده من الشكل اللي قدامي عن طريق أمر بوش آه يمفع اضغط كليك على السطح وروح قرب لنهاية الشكل الأصلي واضغط كليك حتلاقي إن الأمر تنفذ معاك بهذه الطريقة يعني أمر بوش أقدر استخدمه إن أنا أعمل بوش لشكل أزود أجزاء على شكل موجود أو أفرق أجزاء من على شكل موجود وكمان أقدر أعدل على الشكل ده بمعنى إن المربع ده أنا عايز أكبره حاجة من الشكل من الجنب اللي في الشكل ده واضغط كليك وأسحب واضغط كليك آخر حلاقي نفسي قدرت أكبر الفتحة كمان لو حبيت أزود الجزء ده اضغط كليك وأسحب واضغط كليك بهذه الطريقة عايز أكبر البوش بهذه الطريقة وهكذا طيب لو جيت في الشكل اللي قدامي ده ورسمت مجموعة خطوط بهذه الطريقة بهذه الطريقة قسمت السطح اللي قدامي ده هو ينفع أعمل بوش لكل جزء منفصل على حدة آه ينفع هعمل الكلام ده ازاي هضغط على أمر بوش وابتدي يقرب من السطح ده واضغط بوش واضغط كليك حلاقي ان السطح ده قدرت أتحكم فيه الواحده طيب السطح ده بهذه الطريقة طيب السطح ده بهذه الطريقة بهذه الطريقة السطح ده وهكذا يعني لو عندي شكل قسمت لمجموعة أشكال يقدر أتحكم فيهم كل واحد فيهم على حدة بهذه الطريقة طيب لو جيت على المربع ده جيت على المربع ده وقسمت الشكل ده بهذه الطريقة والشكل ده بهذه الطريقة هل أقدر أتحكم نعمل بوش للأجزاء بتاعته أضغط امر بوش وأسحب ده كده وده كده بهذه الطريقة لو جينا رسمنا شكل كده سناء الأبعاد ولكن في اتجاه موازي لمحور اكس بهذه الطريقة ينفع عمل له بوش آه ينفع ومجرد ما اضغط على امر بوش واضغط كليك واسحب حلائي نفسي رسمته كده حاجة شبه الحيطة طيب ينفع احذف جزء عن طريق امر بوش آه ينفع هضغط على امر لاين وليكن هقسم الشكل التاعي بهذا الشكل اضغط على امر بوش واقول لي الجزء ده شكرا مش عايزة بهذه الطريقة يبقى اقدر عن طريق امر بوش ان انا شكل على الكتلة بتاعتي زي ما نعايز يعني ممكن كمان لو جينا رسمنا مجموعة دوائر بهذا الشكل مجموعة دوائر بهذا الشكل او مستطيل كمان او ايا كان الشكل يعني ان انا اقدر اعمل تشكيل فا امر بوش بهذه الطريقة ممكن افرغ الدائرة دي اذا امر بوش امر مهم جدا جدا في امر آآ في برنامج جوجل فلازم نفهم هو بيشتغل ازاي طيب لو عندي مستطيل بسمت حاجة كده شبه الحائط بهذه الطريقة وجيت اسمت المستطيل ده بتلات اجزاء يا ترى امر بوش هيعمل بوشبل لاعلى للمستطيل كل مرة واحدة ولا الجزء جزء لا هيعمل لجزء جزء يعني بهذه الطريقة ممكن هتحكم في الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده طيب لو جيت اخدت الجزء ده لحد الجزء الجزء الاولان وجيت كمان اخدت خط في الجزء ده بهذه الطريقة وجيت اخترت امر بوشبل وكليك على الجزء ده وسحبته لحد ما وصلت للنهاية هنا هتلاقي نفسك رسمت حاجة شبه فتحة الشباك المعماري يعني اذا ممكن ترسم مشروع كامل عن طريق برنامج جوجل سكتش اوب وعن طريق امر بوشبل في سكتش اوب فاذا الامر مهم جدا انك تتعلم كل حاجة فيه وتقريبا احنا اخدنا تطبيقات على حاجات كتيرة جدا في الامر وازاي ننفذها وهو ده كل اللي احنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون الفيديو مفيد لحضرتك يارب يكون الفيديو قدم الاضافة لحضرتكم اشكركم نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته